رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله عز وجل هذا اللقاء عن تفسير رؤية الجنبري في المنام بالتفصيل للرجل والمرأة وللعزباء والمتزوجة فتابعوا وما تنسوا نشب لايك وشيروا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا على الاستمرار وجزاكم الله خيرا يرى الإمام محمد بن سيرين رحمه الله أن أكل الجنبري في منام العزباء أخبار سعيدة ومكانه رفيعتنا لها بأمر الله وفي بعض التفسير يرى ابن سيرين أن الجنبري زواج قريب من فتاة حسنة الخلق والدين وفي منام المرأة المتزوجة يدل أكل الجنبري أو شرعه خصومة شديدة وخلفات كبيرة مع الزوجة قد تصل بها إلى الطلاقة كما أن أكل المرأة الحامل للجنبري في الحلم زرية صالحة الخلق والدين ورزق مبارك فيه صيد الرجل للجنبري في الحلم مال وفير واستقرار مع الزوجة رؤية الرجل للجنبري في الحلم عمل جديد ووظيفة مرموقة يحصل عليها الحالم كما تدل الرؤية على نيل الأمان والأحلام والنجاح في العمل صيد الرجل للجنبري من المياه العزبة سعادة كبيرة وهدوء نفسه إذا اصطاد الرجل الجنبري من ماء غير نظيف في الحلم دل ذلك على كسرة الأخبار السيئة القادمة إليه الجنبري في منام العزباء خير ورزق مبارك فيه وسعادة كبيرة وقد ترزق بحياة كريمة مع الأهل كما أن أكل الجنبري في الحلم نجاح واستقرار أسري ونفسي وفي بعض المواضيع يدل الجنبري على نيل الأمان والأحلام التي تسعى لها وقد ترزق بنجاح في الدراسة أو العمل قد ترزق العزباء بزوج قريب من شخص مرموق المكانة وحسن الخلق والدين الجنبري في حلم المرأة المتزوجة زرية صالحة ترزق بها بأمر الله كما أن الجنبري كبير السعة في الرزق وحياة كريمة رؤية الجنبري رزق حلال المصدر وقد يدل على الاستقرار الأسر والنفس الكبير والحياة المستقرة في الدراسة والعمل وفي منام العزباء يدل الجنبري على النجاح والأمان البعيد التي ترزق بها والجنبري اللذيذ في منام صحة وفيرة أكل الجنبري في منام المرأة أو الرجل يختلف كليا عن توزيعه أو أكله في مناسبات سعيدة حيث أن هذه الرؤية فرح وصرور قادم للحالم وأهل بيته ويكون في بعض المواضيع حمل قريب للمتزوجة وزواج للرجل الأعزب كما أن توزيع الجنبري على الناس في الحلم قرم وأخلاق وسعة في المال إذا رأت المتزوجة نفسها تقتني الكثير من الجنبري في منزلها دل ذلك على قصرة التغيرات الجيدة التي ترزق بها بأمر الله الروايبيات يعني الجنبري الفاسد يعني بقولوا عليه الروايبيان الجنبري الفاسد في الحلم ليس إلا سوء وقرب شديد في منام العزباء وفسخ في الخطوبة كما أن الجنبري التالف أو الفاسد ليس إلا مشاكل وهموم كبيرة إذا أكلت المرأة في منامها الكثير من الجنبري الفاسد دل ذلك على شر النفوس وقصرة الأعداء والحاسدين في واقعها وفي حلم العزباء تشير الرؤية لتقديم شخص غير صالح الخلق والدين لها إن شاء الله دي المرة جاني تكلم عن الرأس والكلام ده ما تنسوناش بقى بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عننا كل خير وما تنساش بذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا